والصلاة من أعظم شعب الإيمان فهي عمود الإسلام وركن من أركان الإسلام بل الحد الفاصل بين الإيمان والكفر فمن لا يصلي فقد كفر قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا بينهم الصلاة فمن تركه فقد كفر وقال عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الشرك والكفر تركوا الصلاة ولذلك أهل النار إذا دخلوا النار يسألون ما سلككم في سقر ما الذي يدخلكم النار قالوا لم نكن المصلين فبينوا أن سبب دخول النار تركهم للصلاة وقد قال الله عز وجل فخلف من بعدهم أي من بعد الأنبياء فخلف من بعدهم خلفون أضاعوا الصلاة واتبعوا الشاوات فسوف يلقون غي والغي العذاب الشديد وقيل وادي في نار جهنم وقد قال الله عز وجل وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فمن لا يصلي فلا يأمن على نفسي أن يقع في الفحشاء والمنكر ولذلك أمر الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يقاتل الناس حتى يصلوا مما يدل على أن من ترك الصلاة فلا حظ له في الإسلام ويستحق أن يقتل تصور يا عبد الله يا مسلم يا من رضيت بالله ربه وبالإسلام دينه وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسوله وأنت تحب الرسول عليه الصلاة والسلام لو تركت الصلاة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم لقاتلك أو قتلك كما في قول الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم يعني لا تقاتلهم وقال في الآية الأخرى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فأخوانكم في الدين يعني إذا ما تابوا من الشرك ولا أقاموا الصلاة ولا آتوا الزكاة فليسوا أخوانا لنا وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين أمرت أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا فقد عصموا دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله تعالى فالصلاة شأنه عظيم فلا شك ولا ريب أنها من شعب الإيمان فإذا كباب البخاري هذا الباب فقال الصلاة من الإيمان باب الصلاة من الإيمان قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال عليه الصلاة والسلام رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله تصور بيت بلا عمود يسقط دين بلا صلاة يسقط فالله الله في صلاتكم فلذاك النبي صلى الله عليه وسلم استمره ويقول في حياته ويدعو للصلاة حتى لما حضرت الوفاة كان من آخر وصاياه أنه قال الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم